بنسبة نجاح عالية أنهت إدارة مدارس الرصاف النموذجية الثانية في أربيل عامها الدراسي بعد أن سلمت النتائج النهائية لطلبة المدارس فعلى الرغم من سنوات النزوح والتهجير فقد أكد تلاميذ المدارس عزمهم على التفوق وإكمال دراستهم لحظة التفوق والنجاح لا تشبهها أي لحظة في الحياة لدى هذه البراعم الصغيرة سلمت إدارة مدارس الرصاف النموذجية الثانية في أربيل النتائج النهائية لطلبة المرحلة الابتدائية بنسبة نجاح عالية جدا الحمد لله حققنا نتائج عالية كانت 91% نسبة النجاح وأعداد الطلاب رغم الرجوع ورغم تحرير المناطق كان عندي 1083 طالب وطالبة موزعين على 30 شعبة من الأول إلى صف الخامس حصد هذه النتائج المميزة لم يأتي من فراغ بالرغم من سنوات التهجير التي ضربت المحافظات المنكوبة لترتفع شهادات النجاح في وجه الموت والدمار الحمد لله طلعت أولى بفضل جهود معلمتي وجهد أمي وأبوية بالبيت أنا طلعت أول والفضل للمديرة وفضل سبحان الله تعالى مهم النزوح وجئت أدرسي هنا طلعت الأولى على الصف وفضل كله للإدارة ولماما أنا طلعت أول الطالب هدية أنا عبارة حثلها ثالث في فبل الممسسة خمسة بالثالث رغم هذه الظروف لكن الحمد لله والشكر لله يعني أولادنا تفوقوا وبنتي طلعت الأولى مساعدة الإدارة والمدرسة المتميزة والمدرسين الأساتذة الأفاضل وكل هاي الشيء ساعدنا على نجاحهم ولمن وقف معهم ووصلهم إلى منصات التفوق فقد كرم منتدر صافي كوكبة كبيرة من الهيئات التعليمية أرفاناً وتقديراً لما قدموه لهذه الأجيال من تضحيات كبيرة كانت لمنتدر صافي وقفة مع هذه الكوادر الكوادر الكفوة التي أعطت الكثير من أجل أن تستمر العملية التعليمية خدمتي أكثر من ثلاثين سنة فربينا أجيال وتخرجوا متفوقين وأخذنا ثمرت جهدنا في هذه الأجيال كانت تربية صحيحة وأخلاق جيدة الحمد لله والشكر ورب العالمين يشهد علينا قدمنا اللي نقدر عليها وزيادة إرضاءاً لرب العالمين وإرضاءاً لأنفسنا وللطلابنا بهذه الهمة والروح العالي يؤكد طالبات مدارس الرصاف النموذجية والقائمون عليها أنهم بنات جيل أصر أن يرفع بالعلم راية بلده عالياً لقناة الفلوجة بشير الحسن